بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد كما يقول أهل الحكمة أغلب مشاكلنا في الحياة هي نتيجة لسببين إما أن نتصرف دون تفكير أو نستمر في التفكير دون أن نتصرف نتصرف المشكلة الأولى من دون تفكير نستعجل وفي العجلة الندامة نريد أن نحصل على هذا الشيء ويكون هذا الشيء من دون أن نفكر بالعواقب أبدا ونندم على طوال عمرنا على الكثير من القرارات التي اتخذناها ولم نفكر فيها قبل أن نتصرف أو أننا نستمر في التفكير نفكر ونفكر ونفكر ولكن من دون أن نتصرف مولانا الإمام الباقر عليه السلام يقول من أكبر المصائب أن ترضى بالحالة التي أنت فيها فقد تفكر ولكنك واقف ساكن لا تحرك من أمرك شيئا وفي كل الأمرين سواء تصرفنا من دون تفكير أو استمرينا على التفكير من دون أن نتصرف مع الأسف الشديد ننسى بأن الله سبحانه وتعالى موجود ربما جميعكم يقولون الآن نحن نعلم جميعا بأن الله سبحانه وتعالى موجود فإذا كنا نعلم نحن جميعا بأن الله سبحانه وتعالى موجود وإن الله سبحانه وتعالى هو الرحمن الرحيم وإن الله سبحانه وتعالى في عون العبد وإن الله سبحانه وتعالى يعين العبد ويساعد العبد فلماذا نحن إذن لا نلتج إليه أولا قبل أن نتصرف لماذا لا ندعوه أن يوفقنا في كل خطوة وأن يعيننا في كل فكرة ثم بعد ذلك نحصل على التوفيق والنجاح في كل شيء لماذا نبقى نفكر والله سبحانه وتعالى موجود بدل هذا التفكير الطويل الذي يأخذ ساعات وساعات من حياتنا بدلا من ذلك نرفع أيدينا إلى الله سبحانه وتعالى ونتوسل به ونتشفع بأهل البيت عليهم السلام لقضاء جميع حاجاتنا لذلك ورد بأنه من الدعاء المجاب بأنك ترفع يديك وتقول عش مرات يا الله يا الله يا الله يا الله عش مرات ثم تقول يا أرحم الراحمين سبع مرات ثم تقول يا محمود بحق محمد ويا عالي بحق علي ويا فاطر بحق فاطمة ويا محسن بحق الحسن ويا قديم الإحسان بحق الحسين صل على محمد وآل محمد ثم سل حاجتك فإن الله سبحانه وتعالى يستجيب لك ولا تحتاج بعد ذلك أن تفكر وتفكر من دون أن تتصرف أو أن يبقى وضعك وحالك واقفا ساكنا وإذا ما استجاب الله سبحانه وتعالى لك وقضى حاجتك فعاهد نفسك بأنك لا تتصرف إلا بالالتجاء أولا إلى الله عز وجل وطلب المشورة من العقلاء ثم بعد ذلك توكل على الله واستعن بصاحب الزمان سلام الله عليه واستغث به دائما في كل أمرك وسوف تجد أن صاحب الزمان سلام الله عليه بقربك دائما يعينك ويساعدك وينظر في أمرك بل هو أرحم بك من أمك التي ولدتك فجرب هذا كله ولا تيأس من رحمة الله برنامج صباحات ولا أيامين محمد خادم في مرقد الحسين بن علي عليهما السلام